الوحدة الثالثة نظرية السعر وتوازن السوق العوامل غير السعرية المؤثرة في العرض تتأثر الكمية المعروضة من السلعة بعوامل غير سعرية أهمها أولاً التغير في أسعار عناصر الإنتاج حيث يؤدي انخفاض أسعار عناصر الإنتاج لانخفاض تكلفة الإنتاج مما يزيد من الكمية المعروضة من السلعة ثانيا تقدم الأسلوب الفني المستخدم في الإنتاج التقدم التكنولوجي حيث يؤد اكتشاف طرق جديدة لإنتاج السلعة أو حدوث تقدم فني في إنتاجها لزيادة الكمية المعروضة منها ثالثا التغير في السياسات المالية الحكومية حيث تؤثر السياسات الحكومية من ضرائب أو إعانات على إنتاج السلعة رابعا المشروعات العامة التي تنشئها الدولة حيث إن إنشاء شبكة طرق وكبار ومواصلات متطورة يساعد في خفض تكلفة النقل وقد يشجع المنتجين على فتح أسواق جديدة مما يزيد من الإنتاج خامسا العوامل الأخرى ومنها التغيرات المناخية التي يكون لها تأثير واضح على المعروض من السلع خاصة المحاصيل الزراعية وكذلك الكوارث الطبيعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر